ده أبجد يا صوفي أول مرة أشوف أشوف في ملامحك حزينة يعني أي وعدة تأمل أي شي غلط في الآخر تجيبه وسيرتي وتقول له صوفينار هي السبب طب ليه لوسي اليوم ده كانت محتدة جداً ويا خارجة بره وانتي في طرقوسي وقالت كلام ماينفعش أقوله على الهوى بره وقعدت تقوله هو إيه الأشكال حالة اللي انتوا جايبينها من بره وكلام من ده وقالت عليكي بشكل فيه شتيمة كمان كلام ده مش أنا بس اللي كنت واقف كالناس كتير قوي فزي ما تقولي جات لها عالتبطاب بس هي جات لها عالتبطاب ليه ده اللي أنا عايز أعرفه هو أنت إيه مشكلتك إنتي يعني في اللي حصل في رقاصة مش لابسة مقاومات لبسها اتقبض عليها خرجت يا ربنا نسأل لها الحال زي اللي موجودين أنت إيه اللي دخلك في الموضوع والله أنا هو أنت بتتعرفت إحباسيو طيب لو أنا عارف أي حاجة زي ده كنت مشيت أموري يعني حتى أنت فاكر كان هسلي موضوع كان أنا برضو كنت محبوسة يعني 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 يا ريت لو أنا عارف ما زل أن حد كبير في البلد عشان هو أصل عشان نفسي يعني أنا شخصيتي ولا رقاصات ولا أي حد غير الفن أنا من فاشعة زي أحد طيب يعنيش أخد منك دي ده وصول فنانة جهان أمري النجمة اللبنانية المصرية الهوى برضو وصولها للستوديو الحدث اليوم هتكون موجودة معنا بعد لقاء النجمة سوفينار جهان منورانا وليك شنطة ليك شنطة يا جهان موجودة هنا وشنطتك شنطة إيه؟ هي وكلهم سود بس شنطة سودة نجمة فيلم عمرتي عقبيان والعديد من الأفلام جهان هتكون معنا بعد وقت قليل جدا سوفينار القصة دي تحديدا فجأت بأن محامي الفنانة الجديدة في مدقلة قالك أن الأجانب بقتوا بورصة أن أنتوا في كام شهر بتبقوا مليونيرات علاقي على ده لأن كان فيه إسقاط عليك أن أنت سبب في الموضوع دوت وحبس الفنانة دي والله يا أحمد يعني يا ريت لو كلام ده يبقى مظبوطة وأحنا يبقى كام شهر ويبقى مليونيرات أحنا ساعات كتير بندفع من جبنا عشان إيه نوض في مكاننا أنه أنت عارف بقى الدنيا غالية في مصر وسوريا أنا لو أنا واحدة مليونيرة يبقى عادة في جار